بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنة ربعة منين ايه يا ربك اللي كتكنوا بخير يا حبايبي نهاردة ان شاء الله هنشترح لسم 3 في يونة 2 من كتاب المعاصر وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لي وصلكوا كل جديد ونبدأ على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم listen and repeat استمع وردد اول حاجة هنبدأ بالكلمات مدهش amazing amazing جميل beautiful beautiful مثالي perfect perfect كبير large large اقدام مسطحة او مستوية flat feet flat feet strong مزعج او مليء بالضوضاء noisy حرف الاس بينطأ زد noisy زي تاني مجموع من الكلمات يصنع ملابس make o close make o close make o close حرف س بينطأ كي make o close مفاجئ او مدهش surprising 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 سنام الجمل hum hum عبر كروس كروس رمال sand sand ماء عز fresh water fresh water special 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 عشبه grass grass لذيذ delicious delicious لذيذ delicious بعد كده عندنا افعال مصرفة في زمن الماضي البسيط يحمل carry carried carry carried يعبر cross crossed cross crossed مناسب او ملائم للصحراء perfect for the desert perfect for the desert بقول لي what is surprising about the camels ثاني what is surprising about the camels يعني ماء الشايه المدهش عن الجمال هنشوف بقى مع بعدي كده هنقرى القطعة ونترجمها camels are amazing they are beautiful strong animals يعني الجمال مدهشة او مذهلة they are beautiful strong animals يعني هم حيوانات قوية وجميلة they help us to carry things هم بيساعدونا في حمل الأشياء لكي يحملوا الأشياء and people والأشخاص to cross the desert لكي نعبر الصحراء their milk is delicious يعني لبن الجمال لذيذ we can use their fair نحن نستطيع أن نستخدم فروهم الفرو بتاعهم to make a close لكي نصنع الملابس camels are perfect for the desert يعني الجمال ملأمة او مناسبة للصحراء يعني ملأمة او مناسبة للمعيشة في الصحراء للعيش في الصحراء here is why إليك لماذا؟ يعني إيه هي الأسباب بقى اللي إحنا هنقول عليها دلوقتي أو الصفات اللي بتخص الجمال اللي بتجعلهم مناسبة للمعيشة في الصحراء they have large flat feet يعني الجمال لديها أقدام مسطحة وكبيرة يبقى أقدامهم مسطحة وكبيرة إيه في الحال؟ لذلك they can walk on the sand لذلك يستطيعوا أن يمشوا على الرمال إحنا عارفين إن الصحراء فيها رمال وطبعا مش أي حيوان بيمشي على الرمال فطبعا الجمال رجليها أقدامها مسطحة وطبعا كبيرة أقدام الجمال زي ما انتم شايفين في الصورة كده مسطحة مستوية على الأرض وفي نفس الوقت كبيرة فطبعا كده بساعدهم إنهم يمشوا على الرمال بعد كده قام الزكاة الليف وزاوة water for alone time يستطيعوا أن يعيشوا بدون مياه لفترة طويلة برضو مش كل الحيوانات بتعيش لفترة طويلة بدون مياه طبعا الجمال ممكن تعيش بدون مياه لفترة طويلة برضو ده بساعدهم على المعيشة في الصحراء لإن الصحراء مفيهاش water مفيهاش مياه بعد كده قام الزهاف special ways يعني الجمال لديها طرق خاصة أو مميزة to close their noses and eyes إنهم بيغلقوا أو بيقفلوا الأنف بتاعتهم وعنيهم لكي تتوقف الرمال على الدخول فيهم يعني هم بيقفلوا الأنف بتاعتهم وعيونهم علشان الرمال ما تدخلش فيها بط بي كيرفول ولكن كن حزرا أو كن حريص comes are very noisy يعني الجمال كثيرة الضوضاء جدا and they can get angry وبيغضبوا يبقى الجمال الصوتها طبعا في ضوضاء يعني الصوت في ضوضاء وطبعا get angry بيغضبوا بعد كده بقول لي اقرأ ملف الحقائق fact file لي الجمل والحصان هنقرأ the differences between horses and camels هنعرف بقى الاختلاف بين الخيول والجمال أول سؤال how tall is it كم الطول لي الحصان وكم طول الجمل طول الحصان بيبلغ من 1.4 2 إلى 1.8 متر من 1.4 من 10 إلى 1.8 متر لكن طول الجمل 1.8 2 إلى 2 متر من 1.8 من 10 إلى 2 متر نبقى كده عرفنا طول الحصان وطول الجمل how heavy is it كم الوزن كم وزن الحصان وكم وزن الجمل وزن الحصان بيتراوح من 380 يعني من 380 إلى 550 كيلو جرامز من 380 إلى 550 كيلو جرام لكن وزن الجمل بيتراوح من 400 من 400 إلى 650 كيلو جرامز من 400 إلى 650 كيلو جرام يبقى كده الجمل أطول وبرده في الوزن أسكل من الحصان بعد كده هاو فاصل إزئت كم السرعة للحصان والجمل أكيد الحصان أسرع سرعة الحصان بتتراوح 88 كيلو متر في الساعة زي بقى نقولها بالإنجلش هنقول 98 كيلو متر أنا هنا جبت إختصار ك بياتش ك بياتش معناها كيلو متر في الساعة الكي اختصار لكيلو متر وبينة اختصار ل huh واجلایتش نبقى كده احنا جبنا اختصار كل حرف هنا 88 كيلو متر شان يعني 88 كيلو متر في الساعة دي كده سرعة الحصان لكن سرعة الجمل 65 كيلومتر 65 كيلومتر في الساعة يبقى كده طبعا الحصان أسرع بعد كده هاولون جدازة تلف كم طول المدة التي يعيشها سواء بقى الحصان أو الجمل المدة للحصان بعيشها تتروح من 25-25 إلى 30 سنة من 25 سنة لـ 30 سنة لكن عمر الجمل 40 سنة بعيش 40 سنة بعد كده بقول لي يعني الخيول لديها عيون كبيرة وجميلة يعني الخيول لديها أسنان قوية وبيشربوا المياه العصبة ثاني يعني الخيول لديها أسنان قوية يعني الخيول تحب أن تأكل حشائش وتشرب المياه العصبة كده احنا خلصنا الجزء الأول في الدرس إن شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنشرح فيه القاعدة اللي موجودة في الدرس عشان ما تقولش عليكم وأسفكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته